بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تحديث اخير حنتكلم عنه وده يعتبر اخر فيديو حنقدر نوصق فيه العمليات اللي تمت على اخر يعني ما تم يعني ضبطه من اعدادات في الاصدار تم اضافة الـ Select 2 بشكل عام على كل الـ Dropdowns وكمان نزل عندي 2 resources جاهزين فكرتهم ان هي خاصة بمجموعات المشرفين وصلحياتها اي ان انت مثلا لو انت عندك مشرفين كل مسلا مشرف عايز تحدد له مجموعة موينة فانت عندك مجموعات المشرفين وفي عندك المستخدمين يعني المستخدم عندك هنا تقدر تشوف المجموعات اللي انت بتضيفه فيها لو كان admin طبعا هنا جايب بس الـ Users تمام طبعا في هنا شوية حاجات واعدادات والكلام ده كله ممكن يعني يعني زي ما بنقول كده ايه نعدل ده كله ولكن انا بتكلم على الـ لسه عشان القيمة كان طويلة فصغرت الكلامنا كله اتكلم على المشرفين خلينا اروح اشغل مثلا ان الـ Users يجيب المشرفين بالمرة من الـ Providers هنا عشان اوضح حاجة برضو بـ Policy عندي هنا الـ Admin Ad users resource وانا عندي فيه الـ Admin resource اللي هو ده طيب انا بقى هضيف الـ Admin resource وهفعل الـ Admin resource بالشكل ده هيظهر عندي عشان بس نشوف الفكرة تقدر انت بقى تهاندل الامور زي ما انت عايز ايدي المشرفين آآ هشوف دلوقتي ان انا اخش على المشرف بكل بساطة واتدي له مجموعة هتلاقي بشكل افتراضي اثناء الـ Setup هتلاقي ان انت آآ بيتعمل للمستخدمينه ومعاها الخاص بنوع الحسابات هتلاقي مشرف طبعا هنا آآ ان هو مشرف والجروب التابع لي طبعا هنا ده اللي ممكن تغير عادي بتلاقي اللي جاي من آآ مجموعة المشرفين فانت لما بتضيف مجموعة جديدة آآ بتلاقي ان المجموعة دي بتحتاج لها صلاحية فانت هنا مسلا انا ضفت فبالتالي انا عندي صلاحات المجموعات برضو هلاقي هنا ان هي عندي اد شو ادت دليت فورس دليت ريستور واضرق ادت واد اه لو انا عندي ريسورس تانية طبعا ده من خلال ايه من خلال اللي انا بروح هنا بلاقي الاد من آآ جروب رول وبلاقي اللي اللي عندي تمام اد وشو ادت ودليت فورس دليت ورستور بعد كده عندي الجزية بتاعت الريسورس فطبعا الريسورس عندك هنا لو تلاحظ ميك ريسورس تمام واده الرول بتاعته وهنا الرول وين كرييت وهنا كمان يعني ان الحالة بتاعته يونيك عشان بس مبقاش الريسورس مكرر وعندي الابشنز اقدر بقى هنا زود زي ما انا عايز طبعا تقدر تحط موديل تحط اسم موديل تحط اللي انت عايزه هنا المهمة المهمة وانت بتنشئ آآ آآ ريسورس آآ جديد ممكن تعليل له بوليسي فانت عندك احنا اتفقنا في الفيديو الاخير اللي فات اليوزر بوليسي هنا بقى حصل التعديل عليه انه هو بشكل تلقائي بيتم توريسه من بوليسي جاهزة مع ال داش بروجيكت وفقط كل اللي عليك بتقول انه هو من البوليسي دي اللي هي جاية من فوق دي داش بوليسيز بوليسي بعد كده بتقول له ان اليوزر بوليسي دي هي من البوليسي اللي جاية وبتقول له بس اللي انت حطه في ki يعني بمعنى ايه بمعنى خلينا اقول لك هوضح لك بشكل آآ اعمق شوية هتلاقي هنا عندك اه في زي ما انت شايف كده ادي الريسورس ادي يوزرس ادي ادي ادمين جروبس وادي الشو والادي والدريت والكلام ده كله وعندك الادمين جروب فانت مجرد ما تقول له الريسورس ده على طوله هو هيفاير الحالات بتاعت الاينام دي فبالتالي هتبدأ انت تقول له بس الريسورس بتاعك ايه هنا في البروبرتي ده وهتاخد بتاعتك وتروح تعينها في الريسورس وانتهى الموضوع على كده انا عندي مسلا الريسورس ادي الريسورس جواها الريسورس جاهزة خلاص منجرد مسلا ما يجي اقول له ان انا هقفل خليني يعني اوريك مسال عملي لو انا مسلا انا عندي المستخدمين هم اللي هما دول طبعا انا لو عملت افديت دلوقتي وقفلت المستخدمين خالص هيحول ان ما فيش فهاجي هنا هقول بكل بساطة هشيل مثلا عملية الايه خلي بنشيل ده كل اهو انا حطيت ان يعني الريسورس ده تكون دي صلاحيات فلو جيت هنا عملت على طول هيقول لي فبالتالي بشكلة القائم لا تحتاج منك انك انت اه تعمل اي حاجة بينما ان انا لو رحت على المشرفين برضو هيشتغل معايا ليه لان المشرفين فعلا اه زي ما انت شايف كده اهو اه اه جاهزة فبرضو ممكن اضيفها بكل اه بساطة اه ادي الجروب اد من جروب رولز فاجي في الاوبشن ادي الاوبشنز بتاعتي بس اجي هنا اقول بسا اد من ريسورس وممكن اقول برضو اد من ريسورس المهم ان انا اخد الكي دي احطها في البوليسي اللي انا هعملها فبالتالي اهو ادي الادمين ريسورس خلاص هروح بقى انا مسلا اه عندي مجموعات يعني مجموعات المشرفين مضافة هروح اضيف بقى صلاحية جديدة اهو وهقولي ان انا عندي الادمين ريسورس اهو اهو زهر عنده اهو زي ما انت شايف غير الادمين جروب رولز والادمين جروبز وهقولي انه هو مسلا اه ولا حاجة من دول يعني برضو يكون اه زي ما انت شايف كده فبكل بساطة ادي البوليسي بتاعتي هعمل بس ايات كده مسلا وهقول مسلا مسلا اه زي ما انت شايف كده اهي فهاجي هنا برضو اقول له اد من بوليسي بس وهاجي هنا اقول له بس اد من ريسورس وهاخد البوليسي بتاعتي هروح على الادمين ريسورس وادي الماضل خلينا اقول هنا البوليسي وادي بوليسي وبعد كده الادمين بوليسي طيب فبالتالي انا مجرد ما هروح على المشرفين هيحولني هو كمان الى ان هو برميشن طيب لو انا جيت هنا اقولت ان هو طبعا خلينا اعمل ريفرش كده بس عشان الوقت بس على طول هقول ان انا اقدر اخليه شو فهخليه شو في الاندكس والشو فبالتالي هاجي هنا على المشرفين اهو هلاقي ان هو يخليني اشوف الادمين بكل بساطة والامور ماشية آآ فبالتالي بس كل اللي عليك هتعمل بالشكل ده وتدي له المفتاح اللي انت حطه في وهو هتعامل مع كل شيء من تلقاء نفسه بحسب كل مشرف نوف على كده سلام عليكم ورحمة الله وبركاته